انتقدت الفنانة إلهام شهين حالة التنمر التي شهدتها مواقع التوصل الاجتماعي على صور الفنانة ميرفت أمين في أحدى الظهور لها بعزاء المخرج علي عبدالخالق وقالت إلهام شهين في مدخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة المزاعة لقناة المحور بتوع السوشيال ميديا لا يستحق أي اهتمام وتابعة إلهام ميرفت أمين نجمة كبيرة وعظيمة وأكثر نجمة بتتمتع بشعبية واحترام من الناس وتعتبر أجمل جميلات السينما المصرية وهذا لن يتغير مهما مر الوقت وأكملت إلهام شهين الفنان مش شكل لكن الفنان تأثير من خلال أعمال فنية وميرفت أمين تلقى احتراما من كل الجمهور كما أن هناك نفوس مريضة على السوشيال ميديا وأنا لا أتابع السوشيال ميديا ومش عندي استعداد أدخل في مهاطرات وأستمع لناس ملهاش قيمة وتابعت إلهام شهين في كل مكان بروح فيه يقابلني الناس باحترام ونفس الأمر مع الفنانة الكبيرة ميرفت أمين واستكملت حدثها أن ميرفت أمين كانت في موقف حزن ومن الخطأ أنه عاير بعض على العمر والكبر معقبة أن ميرفت أمين لا تتأثر بهذه الأشياء التافهة لأن الاعتداء على الآخرين شيء تافه جدا وشيء بشع جدا كما قالت لابد من منع التصوير في العزاء عشان إحنا بشر وسبونا الحزننا ونعيش وما يحدث على السوشيال ميديا اللي تأدب ولابد من احترام المساحات الشخصية كما أن الفنانة ميرفت أمين من موليد 24 نوفمبر عام 1946 وتبلغ من العمر 75 عاما ويذكر أنها ولدت في المينيا من أب مصري وأم إسكتلندية وكانت من أشهر الموثلات في عقد السبعينات والثمانينات والقرن العشرين من السينما المصرية حتى حصلت على لصنص الأداب من جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية اشتركوا في القناة